اسرائيل هتاخد حق امتياز كنال سويس او هتشتري كنال سويس خاص؟ بتعمل ليه خط سكة حديدة ع اسقلان ان خلي بالك الحكومة الصحيونية اللي جاد دي اللي هي بكوادت بين يومينا التانيهو من ضمن مشاريع الاولية بالنسبالها هو خط سكة حديدة ع اسقلان اللي هي مراكب تيجي ما تخشش بقى خليج السويس لا 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 تخشش خليج العقبة وبعد كده من خليج العقبة تنازل البضايا بتاعتها عند ميناء في اسرائيل الميناء ده جوا محطة سكة حديد بينقل البضايا عن طريق السكة الحديدية لميناء حيث بحيث البضايا دي تتحمل تاني على مركب وكده يبقى انت اختصرت المسافة اللي بتعدي بها المراكب كلها مش مستهلة المركب بتعدي كنال سويس ولا حاجة هي بتروح اسرائيل تفرغ الحمولة بتاعتها والحمولة بتروح بخط سكة حديد أسرع كتير من المراكب فخلاص فليه اسرائيل تبقى شغالة عن موضوع ده وعاوزة تعيد احيائه برغم انها تنتهل للقناة سويس حاجة تانية الحقيقة العقدة مضروبة ياسر يبقى شجدال كتير وتفاصيله بين انها مضروبة برغم المحاولة او الشغل الكتير اوي المعمولة للعقد يعني على فكرة العقدة ده اللي عمله قاعد فيه ساعات